محب دور من وجهة نظرك انت قد انتو كان ايه؟ اه اه اعتقد اه الجروي يعني من اصعب الادوار في رسالة الامام لانه انفعالاته مكتومة تفاصيله مكتومة حاجات بتطلع بالتدريجك يعني يعني رجل قائد ومن القائد ما ينفعش حاجة تطلع منه غلط ومن كل نظرة وكل حاجة محسوبة واللغة العربية لازم مع اللبس مع الزرد مع الدنيا فكان فعلا اعداده نفسه كان صعب اوي اه فمن اصعب الادوار فعلا الواحد عملها اه فضل في الجزيرة يعني بالنسبة لي كان صعب اوي وكان برضو سالشريف عرفه يعني اتعلمت منه يعني مفيش حاجة اسمها فهلوة يعني لما روحت اقعدت حوالي شهر ويه في احد مدارس الصم والبكم عشان استوعب الفكرة استوعب لغة الاشارة بس انا ما خدتهاش بقى كده وبس انا خدته استوعب لغة الاشارة واستوعب اخواتي دول ازاي عايشين في فكرة الصمت الصمت ده وكل واحد بيعبر عن فكرة الصمت التام ده ازاي ايه ودرجة سامعه ايه هو قد ايه بيقدر يلقط فبيقدر يعايز يعبر قد ايه وفي اللي ما بيلقطش خالص فتعبيره اقل قد ايه فكت مركز في تفاصيل هو لليك مشهد ضرب نار وااااااااااااااااااااااBER وانت لانك مش سامع انت مش حاسس بان فيه عاص فيه ما تجرى ما دي يعني انت انت الله يبرك لك وانت عظيم الله الواحد بيبقى مبسوط يا الله عظيم انت الالواحد يبقى بيأن حاجة وحد ياخد باله منها فعلا المشهد ده هو فعلا انا بقولك ان identifying كندوري في كند صغير كنت لسه دي اول حاجة Dare بعملها المشهد ده على وجه التحديد هو من أصعب المشهد في حياتي ليه؟ لأنه كان فيه ساعتها فعلا فعلا ضرب نار يعني كان فيه فكت النار ده ضرب موجود وفعلا فيه ناس بتجري وفعلا فيه ناس بتصوت وأنا مصر أن أنا أموت فكرة السمع دي لازم تبقى في حالة ذهنية بتقول أنا مش سامع ومش ملتفت للحركة اللي حولي ولا أي أصوات لأ هنا بقى هنا الفرق بقى أن أنا مش سامع يعني فيه ضرب نار فلازم بعد ما شوف الحركة يجي لي رد الفعل لأ أنا بقصد أنت مش تعرف ساعت بيقولك إيه أنا شايف مش عارف الناس هتفهمني أنا شايف بقى فاية حاجة بتحصل يعني ساعة بتبقى أنت عارف أن فيه حد واقف وراك يعني أنت مش شايف فهنا مفترض ده أنا أقول أي كلام إنه فضل المفترض أنه أنت من الشايف بظهرك هو في ميوت في ميوت حتى اللي قدامه الناس قدامه في العزة ففي ميوت هو فجأة لأ ناس قامت جريت لحاجة في منتهى الصعوبة يعني هي أنا بقولك بالشاهدة اللي أنا شوف بقولها بعد كام سنة يعني دي كانت من أصعب اللحظات في حياتي ومن أصعب الأدوار في حياتي اللي حاولت بقدر الإمكان يعني إيه أثبت فيها ما تهزش يعني وطبعا مع أستاذ شريف عرفة ونجم كبير زي أخويا أحمد السقق وفيلم كبير يعني وأصلا المشهد جراند فيعني لو بظ إن أنا تحركت وجريت مع طول درب المر يعني هيبقى حاجة هنعيد وهنكلف هنظري وحش قوي يعني فدي كانت من الحاجات وأخوي برضو نجم الكبير أحمد السقق برضو من الناس اللي وقفت جنبي في بداياتي بصراحة وداني مساحة والله يرحمه أستاذنا الكبير سامي العدل في فيلم الديلر ده أيها ده يعني كان برضو من أصعب الأدوار اللي عملتها يعني لأنه فيلم الديلر أنت أنا فرحات الكردي بيتكلم أربع خمس لهجات وإحنا في طبيعتنا كمصريين ما عندناش السمع بتاع لهجات الإخوة العرب قوي في وداننا يعني ما بنتفرج ما كناس ساعدها بنتفرج ما تعودناش أخواتنا العرب هم اللي عارفيننا وسامعيننا يعني لهجتنا بالنسبة لهم سهلة فلما ييجي أخويا حبيبي من سوريا ولا من تونس ولا ولا فيقول اللهجة المصرية لأنه شاف رشدي أبازة وفريد شاو وكل النجوم الكبار العظام دول فاللهجة المصرية في ودنه فيعرف يقولها لكن إحنا ما عندناش الفكرة دي فلما جالي فرحات الكردي كان يعني أن أنا لازم أتكلم كردي أتكلم كردي وأتكلم تركي وأتكلم شامي فموضوع كان صعب فخدت من نفس منهج أستاذ شريف اللي أعلمهولي يعني ورحت قلت لهم أنا عايز أنا كنت كنا بنصور صورنا جزء في تركيا صورنا جزء في أوكرانيا قلت لهم أنا عايز واحد في تلت جنسيات دول يعني كردي عارف اللغة العربية وعايش في تركيا وعايش في تركيا وبالفعل جابولي حدي كده وعادت معاها كتير وخليته هو اللي يقرأ الحوار كتير وعادت أسجل بقى وأحفظ وراجع عشان أوصل للفرمة اللي اتعرضت بتاعة فرحات الكردي ده فده يعني كان صحيح فرحات الكردي ده أنا بشوف أنه كان فيه صعوبة تانية كمان من وجهة نظرة مش بس في اللهجة أنت عملت عبقرية مذهلة في إيبا الله يخليه أن أنا بقيت قاعد عمال محتار يا عم هو أنت مجرم وشرير ولا أنت وقت جدعة الحيرة اللي بتبقى عندي كمشاهد دي أنا بظن أنه هي مجرد انعكاس لعبقرية الممثل اللي قدامي أنه حطيني في حيرة أنا مش عارف أحكم عليك ألا أستاذ متحة العدلة طبعا دكتور متحة العدلة الكاتب يعني هو بصراحة كان كاتب فرحات الكردي بمزاج بصراحة وأقول لك بقى تفصيلة يعني برضو شوف يعني من ضمن الحاجات برضو اللي بالنسبة لي كانت مفاجآت في حياتي يعني يعني أنه أنت تعمل مثلا ضيف شرف في مكان مثلا تبقى أنت بتعمل مثلا دور كبير في حتة بش عارف إيه وبدأت ضيف شرف في حتة كده فتلاقي الرد الفعل عنيف وقوي صح وكان من أصعبهم كان في الاختيار اتنين لما عملت سليمان السيناوي أو إبراهيم السيناوي إبراهيم السيناوي أنت بالضبط تطالع هم مشهدين والمشهد اللي بيتقتل فيه مفروض أن من خلال المشهدين دول تعبر فيهم عن هذا الشهيد العظيم وتعبر فيهم عن قوة أهل سينا وتعبر فيهم عن هذا عن الرفض الشديد للفكرة التكفيرية دي والتضحية الكاملة للوطن في المشهدين فأنت عايز في المشهدين تعبر عن ثقافة مجتمع سيناوي كامل وعن حسه الوطني بتاعة كل أهلنا المصرين في سينا وكمان على التكوين الوجداني بتاع إبراهيم نفسه يعني يعني وبعدين كمان لما عرفت أنه الكلام اللي أنا بقوله جزء منه كبير كان في التحقيقات الحقيقية والرجل ده قلق كده فعلا قال له من توفران توفران هتعيشوا فران وتموتوا فران والرجل تشاهد لا 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 يعني دي يعني مش عايز أقولك برضو كانت من أصعب الحاجات اللي الواحد كنت حسسها وخايف منها وخايف من رد فعلها وبرضو اللهجة السناوي ليها احترامها يعني ليها خصوصيتها جدا فلازم برضو كان معانا مصحح لهجة فكان مهم برضو أنها تتقلب الشكل الحقيقي اللي أهل سينا يحسوا أن في حد بيعبر عنهم بشكل حقيقي مش مجرد أنه بيمثل فدي برضو كان من أصعب الحاجات وكان رد فعلها بالنسبة لي يعني أكتر من عطاري الحمد لله يعني شكرا للمشاهدة